في فقرة الصحة جولة على أعراض وعلاجات سرطان الثدي خصوصا في تشرين شهر التوعية بهذا النوع من السرطانات يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء في مختلف أنحاء العالم ويسجل سنويا حوالي 1.38 مليون حالة جديدة و458 ألف حالة وفات تصوير الثدي بالأشعة الصينية هي الطريقة الأفضل للكشف عن سرطان الثدي في مراحله المبكرة بحيث يكون من الأسهل معالجته قبل أن يتطور ويصبح ظاهرا توجد أعراض مختلفة لسرطان الثدي وقد لا تظهر لدى بعض الأشخاص أي أعراض على الأطلاق يمكن أن تشمل الأعراض تغيرا في حجم الثدي أو شكله ألما في أي منطقة من الثدي إفرازات من الحلمة غير لبن الأم بما في ذلك الدم كتلة جديدة في الثدي أو الأبط لذلك إذا كان لديك أي من تلك العلامات فاستشيري طبيبك فورا عوامل الخطر تشمل التقدم في السن يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع التقدم في السن ويتم تشخيص معظم سرطان الثدي بعد سن الخمسين الطفرات الجينية تغيرات موروثة في جينات معينة النساء اللواتي وارثن هذه التغيرات الجينية هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو المضيد يكون خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي أعلى إذا كان لديها والدة أو أخت أو ابنة أو العديد من أفراد العائلة من جانب والدتها أو والدها من العائلة لديهم سرطان الثدي أو المضيد كما أن وجود قريب ذكر من الدرجة الأولى مصاب بسرطان الثدي يزيد أيضاً من مخاطر إصابة المرأة كيف يمكنك التقليل من المخاطر هذه؟ حافظي على وزن صحي ومارسي الرياضة بانتظام لا تشرب الكحول أو حدد كمية الكحول التي تشربينها إذا كنت تتناولين العلاج بالهرمونات البديلة أو حبوب منع الحمل فاسألي طبيبك عن المخاطر رضعي أطفالك إذا أمكن